اشتركوا في القناة عندما ينضاف انتشار الانفلونز الموسمية لفيروس كورونا المستجادة واضاف اليوبي يومه ثلاثاء خلال لقاء علمي نظم عن بعد من طرف دار النشر المتخصص في الابحاة الطبية والعلمية المغربية ان عدد الحالات الاجابية التي يتم رصدها اثناء اجراء الاختبارات عرف ارتفاعا مطردا مشيرا ان هذا الارتفاع يؤكد انتشار الفيروس بشكل واسع واشار المسؤول الصحي انه الى حدود الواحد والعشرين شتنبر الجاري ارتفع معدل الحالات الاجابية ليصل الى 9.47% مضيفا ان هذا الرقم يعني انه يتم اكتشاف 9.47 حال اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجادة من اصل كل مئة اختبار للكشف عن الفيروس يتم اجراؤها واشدد اليوبي ان هذه الوضعية تضع النظام الصحي المغربي على المحاكة مشيرا ان البنيات الاستشفائية العمومية الى جانب المختبرات الخصوصية المكلفة واشدد اليوبي ان هذه الوضعية تضع النظام الصحي المغربي على المحاكة مشيرا ان البنيات الاستشفائية العمومية الى جانب المختبرات الخصوصية المكلفة باجراء اختبارات الكشف اقتربت من تجاوز قدراتها الاستيعابية وهو ما ينذر بمواجهتها لصعوبات على مستوى ضمان الرعاية الطبية بالمستشفيات وضمان متابعة المخالطين المتواجدين في الحجر الصحي والأشخاص الذين يتابعون علاجهم في المنزل وأوضح أن 75% من الحالات التراكمية للإصابة بفيروس كورونا منذ 2 مارس المنصر لم تظهر أي عراض فيما 14.1% من الحالات كانت حميدة 9.6% معتدلة و1% من الحالات الحادة 0.4% حرج ترجمة نانسي قنقر